أمر الروتايت والميرر تلاحظ عندك فيه المودفاي أمر يسمى الروتايت والأمر الثاني اللي هو يسمى الميرر فشن الفرق ما بين هذه الأمرين على سبيل المثال ناخذ لين ونرسم لين على المحمر وي بهذا الشكل وناخذ أرك ونرسمه بهذا الشكل إلى الـ Center وبعد ذلك إلى الـ End لاحظ الآن أنه تفهم عملية الميرر وشن فرقها عن الروتايت لما تأخذ الروتايت وطبيعة الحال لابد أنه تختار الـ Object وبعد ذلك Enter أو Space فلان يطلب من عندك النقطة اللي أنت راح تعمل من عندها Rotate أي نقطة اللي راح تعمل منها الروتايت فمثلا أخذ هذه النقطة اللي راح أعمل منها لما تلغط عليها وبعد ذلك الزاوية اللي راح تفر بها الـ Object هذا بالنسبة إلى الروتايت فتلاحظ الآن لو ناخذ روتايت وابدئ أختار الـ Object وقلنا هنا أنتر وأختار هذه النقطة اللي أعمل عليها الروتايت وأبدئ أفر الـ Object بهذا الشكل يعني أفر إلى نقطة معينة مثلا على 180 تلاحظ أنه الـ Object هو عمل للروتايت أي بمعنى الـ Object عمل له موف بزاوية معينة طيب ما الفرق بين الروتايت والمرر المرر لما تختار المرر وتختار الأوبجيكت فراح يقول لك اختار لي المحور اللي أنت تريد تعمل عليه المرر فمثلا إذا أعمل مرر من هذه النقطة على هذا المحور فالآن تلاحظ أنه لما تتجه إلى الأعلى وتقول له فراح يعطيك إيش؟ يعطيك خيارين يقول لك هنا هل تريدني أنه أحتفظ بالنسخة القديمة أم أنه تريدني أنت أعذف لك النسخة القديمة yes or no فإحنا نقول له أن احتفظ للنسخة القديمة فتلاحظ أنه يكرر لك النسخة القديمة عمل لها مرر باتجاه الثاني إذن عندنا هنا الفرق ما بين أنه المرر تعمل لك باتجاه يعني تقلب الأوبجيكت بشكل كامل على الاتجاه الثاني ويسمح لك أنه تحذف الأوبجيكت من عدم حذف الأوبجيكت أما بنسبة للروتيد فهو يشبه الموف ولكن يبدأ يعملك موف ولكن يعملها بزاوية معينة